بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل صعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وأصلي وأسلم على أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعزائي المشاهدين أرحب بحضرتكم مرة أخرى بعد فترة انقطاع لبرنامجكم بين الشريعة والقانون في الموسم الثالث لهذا البرنامج اللي بنفكر حضرتكم عن موضوع البرنامج وهدفه وقلنا أنه مش برنامج ديني ما بيتناولش الأمور الدينية لأنه لا أهلها ومتخصصين وليجب نرجع عليهم لكن بنعرج على الدين بالقدر الذي يتوافق مع القانون وعرفنا في حلقاتنا السابقة أن قرآننا الكريم بيصلح لكل زمان ومكان لأنه في أمور المعاملات نزل بقواعد عامة مش جمدة تتطور بتطور المجتمعات والبرنامج كان من هدفه الرد على هؤلاء الذين يضيقون على الناس في معشتهم يحرمون ويحللون بأهوائهم والوقت والزمن كشف هؤلاء الناس وسقط القناع من على وجوهم جميعا ده حلال ده حرام القانون ده مش كويس القانون ده مش شرعي أمور كثيرة جدا ليس لا هدف إلا التنغيص على الناس وإن صح القول شفنا أن قانوننا المدني اللي له مجلدات كثيرة جدا في آية بسيطة إذا تدينتم بداني إلى أجل مسمى فاكتبوه وشفنا قانون المرور وشفنا القانون الجنائي وشفنا قانون العمل وشفنا أمور كثيرة جدا جدا النهاردة اخترنا في المسم ده التوئد ده بالذات وموضوع الحلقة اللي ممكن يأخذ معنا أكثر من حلقة اللي هو القانون الدولي بين الشريعة والقانون له نطقين الدولي أو الدولي بين الشريعة والقانون طب إيه علاقة الشريعة بالقانون الدولي يعني برضو كرآننا اتكلم على هذا القانون وتكلم على علاقات الدول الإجابة نعم كرآننا العظيم الخالد إلى يوم القيامة اللي لسه أسراره بتخرج وتخرج حتى تقوم الساعة تكلم في آية عامة الله سبحانه وتعالى لما بيخاطب المؤمنين بيخاطب المؤمنين لكن لما يخاطب الناس يبقى بيخاطب الناس كافة سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من زكر وأنسة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما تنساش الآية اللي بدأنا فيها استهلال الحلقة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله دول مين وهي ظهر الكلام يبقى شريعتنا الغراء اتكلمت على التعارف بين الناس جعلناكم شعوب وقبائل لتعرفوا نضع أكثر من خط تحت كلمة لتعرفوا يعني التعارف مطلوب الله سبحانه وتعالى ترك كيفية التعارف للبشر تحت عنوان أنتم أعلم بشؤون دنياكم يعني نتعارف هنبعث سفراء نبعث ملحقين ثقافي رياضي على كل الأوجه اللي بنرابن الدول تكلم عليها القرآن الكريم وطبقها النبي صلى الله وسلم مبارك عليه حلقتنا نرضى في التوقيت ده بالذات لأن سقطت الأقنعة عن وجوه كتير جدا ولازم نشوف إيه علاقة القانون الدولي بما يتم على الساحة وما تتعرض له مصرنا الغالية الحرب يا أخواني على مصر ظهرت وبانت واتضحت قطوط المؤامرة وسقط هؤلاء الذين يكرهون تلك البلد وشعبها على قنوات مغرضة والله سبحانه وتعالى عاملهم بنقيض مقصدهم ناس فرحانة أوي إن الميا تتقطع عن مصر ويدعون أمور ليس لها أساس من الصحة الشمت لو صاح التعبير باين في عنيهم يعني حضرتك فرحان في شعب زي شعب مصر الطيب الطاهر إن هو الميا تقطع من عليه والنيل مش هيجري يعني ده سعادتك رسالتك وهدفك أو ده وطنيتك طبعا لا لأن الإجابة دولة ناس مأجورين تدفع له يقول الكلام اللي بيقوله ده بالضبط على أي مائدة وعلى أي منصة النيل مش هيتقطع أبدا ميته لأنه نهر من أنهر الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه القانون الدولي وقبله الشريعة لما قال لك لتعرفه يعني عشان تحطه نظامكم ربنا خلاء الكون بهذا الشكل خلاء النيل من باعه في أسيوبيا عند الأستاذ أحمد يصب في السودان وفي مصر ده الطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاءها تجد أن أرض أسيوبيا وأرض سودان أعلى في التدريس من أرض مصر ساعته يجي يمضي يعمل سد تحت عنوان خادع التنمية والكهرباء والكلام ده كله وطبعا ظهرت الأمور كلها لكن أمر لن يخفى على قيادتنا السياسية ولا على جيشنا العظيم اللي بيتعامل مع الأمور بكل دقة وبروح عالية يتهموا مثلا سيادة الرئيس يقولك ده وقع على اتفاقية مش عارف إيه إيه اللي عرفك إيه اللي عرفك مضمون الاتفاقية كنت قانوني أو كنت قارئ ده نوع يا أخواننا من التشويش إن الوطنية في جيشنا وفي قائدها وواعي تماما لما يكتب وما يوقع الاتفاقية مضمونها أصلا خلاص بقول لأسيوبة خلاص من حقك يبقى فيه تنمية ومن حق أنا برضه أخل حصتي في مياه النيل أمور بسيطة يجب يتم الاتفاق عليها معادل ملو تم لأمتى في فترة الجفاف القصة إنه بيدعوا علينا إن إحنا وقعنا وسمحنا للناس يبنيه وسمحنا للناس إيه؟ يقطعوا عننا المي شريان الحياة ده اتفاق دولي وأنهار دولية نظمها القانون الدولي اللي هو بيحكم الدول وظهرت النواية الخبيثة سواء في تلك الدولة أو فيما يعرضون لأجل المعارضة نظامنا طيب لو أسيوبية ما لم تردخ لأذا كلام ولن تردخ هيكون الحل القانون الدولي نظم تلك الأمور اتفاقية الأمم المتحدة عملت حاجة اسمها مجلس الأمن اللي فيه الخمسة الكبار اللي هم حق ما يسمى حق الاعتراض أو حق الفيتو هدفه أن يحفظ السلم والأمن الدوليين طبعا ليس هناك خطورة على السلم أو الأمن من أنك تقطع مياه على حوالي 160 مليون مليون للشعب المصري ويمكن 60 مليون في السودان فيه أخواننا في قانون الدولة عشان نتعلم هذا الأمر فيه حاجة اسمها الدفاع الشرع الاستباقي يعني الدفاع الشرع الاستقباقي أي دولة تستطيع أن يتدافع عن حقوقها بدفاع شرع الاستباقي يعني تسبق الأمر تسبق الحدث قبل أن يحدث ومعنا اتصال من القارة أستاذ السامر فضوا السامر قالوا قالوا طيب أهلا بيكا والسامر ومنتظرين اتصال ساعتك مرة أخرى أنا وسهلا فيه أخواننا فيه حاجة اسمها الدفاع الشرع الاستباقي يعني ممكن مصر تدافع عن نفسها استباقيا لو أن الخطر خطر محدق بس الكلام ده بتاع مين بتاع المزيعين اللي على القنوات الفضائية اللي ملهمش هدف إلا التدمير وإحباط النفوس ده قيادة وتقطيط وتوقيت وأمر قد يصل لحرب احنا أدها بس حرب هتكون حرب شرعية حرب تحت إطار القانون الدولي ده يا أخواننا اللي قيادتنا بتعمله واللي احنا ماشيين عليه ما احناش دولة همج ده احنا دولة مؤسسات ودولة بيحكمها دستور وقانون وقصيادة سياسية وعية خارج الجيش من الألف لليه يعلم رئيسنا كل اللي بيضور ده رجل كان رئيس المخابرات الحربية عارف الدينة ماشية ازاي وعارف اللي انت بتعرفوش لكن عندما تععد أمام قناة من تلك القنوات وتشوف الهجوم على كل ما يفعل أو كل ما يقال تعرف ان ده أمر ليس له هدف إلا التدمير وتشويه النفوس راجل مصري ان كان مصري قاعد على قناةه بأي دولة وقاعد شمتان في اللي بيحصل وبيحلل في كل صغيرة وكبيرة حادثة قطر يولعوا الدنيا مع ان الدنيا كله بيحصل فيها الكلام ده هيأمل كورونا تحس ان احنا عندنا كورونا احنا بس من الناس دي لكن شارعتنا الغراء نظمت تلك الاعلاقات ما بين الدول وحطت قاعدة عامة في قرآننا الكريم يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان حتى تتعايش الدول وحتى تسير عجلة التنمية في كل دولة دولة هتجور على الحق دولة وبخاصة على المياه ده امر يدفع عنه بكل ما اوتت لكن يسبق مفاوضات يسبق اتصالات يسبق استنفاذ اخر نقطة لقلم في اي مفاوضة لو الاخوة تعجلوا اوي ولا خلاصها نملة ولا اتفاقات ولا اي امر لا نطمئن لان في القانون دولة زي ما قلت لحضراتكم فيما يسمى بالدفاع الشرعي الاستباقي يعني احنا ممكن نسبق الكلام ده كله نسبق الكلام ده كله ويعطل السد تحت اي زرف من الزروف لكن ان تتركوا الامور على تلك العواهن هو تدائي البعض من الناس شغالة على قيادتنا وشغالة على الانتقاد لاجل الانتقاد ده امر لا يمت للدين بصلة ولا يمت للوطنية بصلة بلدنا فعلا حاليا في حالة حرب حطوا التنمية وما يتم وكأنه مش موجود نسوا مثلا ان عندنا فيروسي اعزاكم الله انتهى وتحارب صحة الستة المصرية والصحة العامة وكأنه كله وكأنه ما فيش حاجة بتحصل وكأنه الرجل ببعملش حاجة يجو على امر زي امر سد النهضة يقولك الريس وقع اتفاقية ضيعت حقوقنا ومش عابقه وقع ايه وضيع ايه ساعتك ايه رتكة متخصص شفت الجمل شفت هو قال ايه مضمونها انه ناموا اعملوا كهرباء شوفوا اللي انتوا عايزينه لكن تحت اطار لا ضرر ولا ضرار موعد للمال يعني هما لو السد برضو اكتمل ومولئ تحت الاشراف المصري والسوداني وكما يحفظ المصالح للطرفين اهلا وسهلا هيتعامل وتحت ظل من ظلال القانون الدولي لكن ان تنتقد لاجل الانتقاد ده امر يعني هدفه واضح وبين اوي واتكشفتم عشان ايه بتدفع عن مين يعني من السابق ومن اللاحق ومن اللي عمل عشان ايه عشان ساعتك في سنة الخراب اللي مرت يوبنا السد والدنيا تمشي وتنتقد فقط من اجل النقط الكلام دي اخواننا بنقوله وحق علينا نقوله لان احنا لان احنا فعلا محتاجين كل نفس بل كل دعوة بل كل كلمة طيبة تتقال تساند تلك القيادة والله لا كلامنا من باب التعريض ولم اكن انتمي لاي طائفة ولاي جهة الا حب البلد دي واخلاص واضح والله لا اريد منه جزاء ولا شكورة لكن كلمة حق يجب ان تقال غربا الدنيا ولع في ليبيا شمالا الغاز وتركيا وشغلانا في الشرق اسرائيل اللي شغال على مصر الجنوب الدنيا فيها قطع مية شبق قيادة بتفكر في كل هذا في تلك الامور جميعا وعلى الجانب الاخر فيه تنمية شغالة وفيه شغل شغال اللي بيسافر واللي بيشوف الطرق وبيشوف اللي احنا موجودين عليه يعرف احنا بنعمل ايه يطلق احدهم على اي قناة يقولك الله بينموا القرى اصلي فيه مش عارف لازم نهد القرى ونبنونهم بتاع ايه طب يا سيد الحمد لله ان الرئيس بصل القرى وبينميها وبدأ يضع فيها ما لم يكن فيها من الاف السنين وعشرات السنين طب نخلص من الكلام ده بايه نخلص من الكلام ده ان لو سد اكتمل بنائه واكتمل ملءه بس وفق الاتفاقية اللي وقعها سيادة الرئيس اللي اتفاقية قانونية اتفاقية دولية رعى فيها حقوق الطرفين فامر اهلا وسلم به ده اللي مصري بتطلبه من ايام ما بدأوا في السد يضرموا الشرك نمي يسيري وخوك رابا ويعمل انت عايزه لكن حصتي مياه ما تقلش النهر ما تأسرش اللي هو من عند الله والله يحضرني في المجال ده عن نهر النيل امر مروي في الاسر ان سيدنا عمرو العاص كان بيحكم مصر فارسل الامير المؤمن سيدنا عمر قال له انا شوف تعالى عند المصريين يعني بيجوا في هطرات الجفاف والنيل ما فاتش بيجوا عروسة او موميا بيلقاه في النيل من اجل ان يفضي النيل يعني فهو يعني كان الامر امر واسا يعني فسيدنا عمر كتب كتاب خطاب اعطاه لعمر بن عاص وقال له ايه القدف في نهر النيل كلام من امير المؤمنين كلام من الفاروق عمر قال للنيل ان كنت تجري من عندك يا نهر النيل الله مباشرة البلد الحرام بعد عن اشخاصها ونسها الله سبحانه وتعالى اعطاها امانها بناء على طلب من سيدنا ابراهيم ربي اجعل هذا البلد امنا وارزق اهلهم من السمرات من امن منهم وكان طلبه وقف عند كلمة من امن منهم يعني ارزق من امن بس ربنا سبحانه وتعالى قال له ومن كفر سأمتعه ثم اردوه الى عذاب غليص يعني تمتع البعض بمال وقد تراه من الفسوق او هذا الامر ابدا ده وعيد من الله سبحانه وتعالى ده امر ويدخل تحت نطاق الآية الكريمة يقول هل ينبئكم بالاقصرين اعماله ده الله صاعيه في الحياة الدنيا وانفكر سعدته انه بيعمل صح ربنا وصفهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم مش كفروا كفر بالله بالآيات يعني بالنعم واللي اعتارب بنا سبحانه وتعالى للعباد يبقى اخواننا لازم نحافظ على تلك البلد من خلال المنظور القانوني اللي بقوله حضراتكم ان الامور مش على مزاك حد الامور يحكمها قانون دولي هذا القانون الدولي له أثر في شريعتك الغراء الكلام ده تعلموه حفظوه الأولادكم ان مصر ليس لديها مانع ان تبني اسيوبيا سد وان تنمي في اقتصادها لكن بشروط لان نهر النيل ده نهر دولي يعبر اكثر من دولة لا تتصرع اسيوبيا ولا غيرها ان تتحكم فيه ربنا سبحانه وتعالى واللي خلق هذا الشكل ورزق الناس بهذا النهر مش مقصور على السفيه المدعو أبي أحمد اللي البعض يعتقد ان هذا الشخص ممكن يأثر في قيادتنا او يعمل حاجة الامر تحكمه قواعد تحكمه أصول يعني لو حصل ان اتفقوا وندعو الله سبحانه وتعالى انه يتفقوا ويوقعوا على او ينفزوا ما تم الاتفاق عليه ان فترات الجفاف ما فيش مال احنا نديروا ادارة مشتركة موجود ونامي نفسك وبيع كهرباء ومعنى انت عايزه لكن يطلع الكلام في الاخر انك عايز تقطع المية عن مصر ده كلام يعني تعبير درج بعيد عن شنبك وبعيد عن هؤلاء اللي فرحانين للأسف في بلدهم وفرحانين فيما يتم اذا عشان نكون في حالة من الاطمئنان مجلس الامن في نعقاده اللي هي نعقد لهذا الامر قال كلمته عشان يحافظ على الامن والسلم الدولي وده اخر نقطة وصلت لها مصر اهلا وسهلا طب حصل الناس دي ما استنتش واسرعت في حاجة في القانون الدولي اسمها الدفاع الشرع الاستباقي يعني اقدر دافع دفاع الشرع الاستباقي لانها دولة قانون دولة مؤسسات دولة تحترم عهدها وعقدها من ايام الفراعنة الى هذه اللحظة يمكن في حلقة سابقة قلت لحضراتكو اللي بتكلم على ان القانوننا اصله فرنساوي صلح المعلومة دي لنفسك ولولادك القانون الفرنسي اصله مصري لان النظام العالمي في ما يخص القانون بينزعوا جبيتين حاجة اسمها النظام اللاتيني اللي احنا فيه وحاجة اسمها النظام الانجلو امريكي الحاملة الفرنسية في مصر لما جت واكتشفت حجر رشيد وفكت الرموز اللي عليه لقت عليه قانون لقت عليه قواعد حطال فراعنة اللي بانوا الاهرام وعملوا حضارة تمتد لألاف السنين خدوا هذا القانون وطوروه في بلدهم وحطوا القواعد وحطوا مؤسسات البلد وكل أمورهم القانونية مشت على هذا الكلام وبضاعتك صدرت إليك تجفاجة تقول ده أصل القانون الفرنسي أصله مصري أصله في فرنسا وده كلام ده مش مظبوط لأ ده الأصل هو إن القانون الفرنسي أصله مصري مأخوز من قانون فراعنة من على حاج الرشيد فالقانون الدولي بينظم تلك الإعلاقات يبقى أول نقطة عشان مش مغرد عايز يكرح الناس في حياتها ويديق علينا حتى في أنفسنا ويحسسك النهاردة إن الدنيا بتخرب وساعته قاعد بيقبض وقاعد في أي دولة يعني بيتحارب بلدنا أو معتوه عايز رجع مش عارف الخلافة مش عارف لإيه ده إيه ده ده عندي مين الكلام ده مع دولة زي مصر منظور شخصي من مني شخصيا إن الرئيس السيسي بتعامل مع هذا الموضوع كتعامل رحمة الله عليه السادات أنور السادات الزعيم القائد رحمة الله عليه في تعامله مع إسرائيل في حرب أكتوبر اللي بانت فيها عبقرية الإنسان المصري اللي بانت فيها دماغ الإنسان المصري اللي حاربهم بدماغه قبل ما يحاربهم بالعضلات أو بالأسلحة وكان له النصر بفضل تخطيط جيد وجيش كان وما زال وسازال واعي ومنتمل وطنه ومنتمل شعبه بكل قياداته لكن هينتمل جماعة هينتمل فرقة هينتمل ناس الكلام ده مش سياسة الجيش المصري أبدا في انضباط لكن أنه هو النهاردة لو حصل أن تم اتفاق هذا الاتفاق قلاص قال له ابن سدك ووفق الشروط اللي انتفق عليها اللي الخاصة بموعد الملء وبدل ثلاث سنوات على سبع سنين الكلام ده ما يدورش مصر الكلام ده كل خبراء قال لك يمشي الكلام إذا لو وقع على تلك الوثيقة أصبح عقد ما بين أسيوبيا ومصر والسودان تحت إطار القانون الدولي اللي هو بيزله زلال من شريعتك الغراء يبقى التعارف اللي قال عليه القرآن يحكم بتنظيم تلك العلاقات عشان الدنيا تعيش ويبقى فيه نوع من التواصل مش مئة مليون مصري هتتعلق أرواحهم بسفيه كسفيه أسيوبيا مش هيحصل الكلام ده أو صفهاء دخلين في في كل صغيرة وكبيرة وليس لهم فيها شيء اللي هو محطوط له قالي بيتكلم فيه برنامج بيعده لأن دايما اسأل نفسك إيه هو الهدف وبتكلم على الإيه يعني واحد قاعد ينتقد ويجيب لك الأسوأ ويجيب لك أي أمر رامل الألم يا أخواننا بيخطأ ما فيش حد معصوم من الخطأ لكن فيه خطأ عمدي وخطأ غير عمدي وخطأ غير مقصود لكن الهدف بيحكمة نية إنت ساعدتك على أي برنامج قاعد تنتقد في الأوضاع وقاعد تقول نهر النيل وما نهر النيل يعني عايز إيه يعني إيه هدفك من هذا الكلام يعني كل حلقة بيتكلم فيها عايز أوصل لمعلومة عايز أوصل لأمر وبيقوله عايز أحط إيدي على كلمة وعايز يقولها لا تجد لهذا الأمر أي أساس إلا التشويش وينغص على الناس في عشتهم زي ما قلت حضراتكم في حلقات سابقة إن القانون معظمه يعني 99% منه متاخذ من الشراء الإسلامي بس أخذ بقواعد عامة زي ما قلت حضراتكم قبل كده القانون المدني اللي هو مجلدات كبيرة جدا اللي وضعه الدكتور السنهوري رحمة الله عليه الرجل ما كانش وضع القانون عشان يخش النار يعني وضع هذا القانون تحت أطار يقال له زينا أمنوا إذا تدينتم بداية الأجل المسمن فاكتبوه أطلق لفظ الكتابة خلاها كتابة عامة محددش آلب للكتابة عشان يبقى صال الأمانة الكنبيالة الشيك السند الإزني أي ورقة ما لم تحرم حلال أو تحل حرام يبقى ده أطار شرعي لابد أن يترجم في إطار قانوني يبقى لما ضع لورقة مكتوبة زي الشيك أو ورقة مكتوبة زي الكنبيالة أو السند الإزني أو إصال الأمانة أو ما شابه زلك أي قانون يبقى هو بيعالج الكتابة دي عشان يحمي الورقة دي ومعنا اتصال زحمة القائرة فضل رزي أحمد السلام عليكم السلام أطلع وركيات تفضل مع المصدر شعور إزياء حضرتك أهلا بيك تفضل يا فندم الله يكلمك كنت أعيز أن تفسر عن موضوعاً دينا بالنسبة للحج رحمة طبعاً ليه كان قبل ما يتوفى كان كتب وصية والوصية دي بدي الشرع يعني أنا شايف أن الوصية دي بدي الشرع كتب إيه يا أحمد كتب يعني أنت أصدتها بتقول أنا شايف لا أنت أجب ما تشوفش أنا أحد الوعظة يعني فاهم يعني أنت ما تحكمش بتقول أنا شايف أن هي غير شرعية نشوف الكلام إيه ونشوف وهو الرجل قال إيه تمام لما يكتب مثلاً نص البيت لأواحد من أولاده تمام والتلاتة التانيين في النص التاني تمام يعني كتب نص البيت لأحد أبنائه تمام كده والبيت أعمل في إيه والتلاتة التانيين في النص البيت تمام هو مش كنساب اللي بيت واحد بس طيب طيب ده شرع ربنا طبعاً أكيد مخالف لكن الوصية فعريدين نعرف وضعها إيه طيب هو هو لما أدى لأخوك نص البيت في حياة عينه تمام كده ادهوله لا مش في حياة عينه وبعد ما توقف كانساب وصية مع عمتي يعني هي وصية وصية مكتوبة ومساجلة في الشرع يعني وصية مش عقدي بيعلى أخوك أو حاجة صح كده لا لا هو وصية آه بالضبط طيب يا حبيب أجاوبك يا حاجة أحمد حاضر شوفي يا أخواننا عايزين نحسي ماذا الأمر بسرعة عشان نرجع على موضوعنا في حياة عين الإنسان ما تقدرش تتكلم على مراس ما تقدرش تتكلم على تقولش مراس الراجل عايش فلوسه وحاله ومحتاله ويعمل فعله وعايزه بس ما يدخلش في قطار ظلم الكلام دوله أثر شرعي نعم له أثر شرعي أنا أحد الناس زيب رسول الله قال له يا رسول الله أنا كتبت لابني كذا وعايزك أجهدك على هذه الكتابة النبي قال له أله أخوة قال له نعم قال له أعطيتهم زي ما أعطيته قال له لا قال له اذهب فما كان لرسول الله أن يشهد على جور يعني ظلم فالأمر كله بيشيل تابعة الظلم ده بس يا صح لأنه هو حر في حياة عينه تصرف في ملوك كيف ما شاء لكن في حالة أخونا أحمد أن والده رحمة الله عليه وأمواتنا وأموات المسلمين توفى وكتب وصية لا خلاص هنا المال ده يطلق عليه بقى مراس من حق الورث إلا ما جاوزع المراس أبدأ بسداد الديون إلا على الرجل رحمة الله عليه وأنفذ وصيته تاني حاجة أسدد ديونه وأنفذ الوصية القارة الشرعية لا وصية إلا في تولة الترك كتبها سجلها أعمالها لا لكن لو كان يحمد بعله في صيغة بيع وشرة فالأمر ده يرجع لإرادته هو وإن كان ظلم هو يتحمل وزره لكن ما بعد الموت أصبح المال يطلق عليه مراس أسدد الديون أنفذ الوصية الخاصة به القارة الشرعية بتقول لا وصية إلا في التولت كتب أكتر من كده في الوصية ترجع للتولت ويورس برضه في حقه ده الأمر وإخواننا سابق في حلقات سابقة في المسلمين أو المسلمين اللي فاتوا اتكلمنا في القصة دي اتكلمنا في من يحرمونا ويحلول في المواريس وشوفنا أيامها خطورة هذا الأمر شوفنا خطورة اللي عايز يساوي الزكر بالأنسة وعايز يضرب حدود الله في المواريس اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني فاكرين لما قلت لك ربنا لا تطبق كل حاجة أو وضع في المعاملات الأمور في شكل عام في قواعد عامة إلا الميراس ما سابش فيه خردلة إلا ما قالها بتفصيل دقيق جدا ما بين النص التلت السوتس التمن ده ربنا قاله وقال فيه ميراس بفرد وميراس حاجة اسمها العصبات أصحاب الفروض يقدموا على أصحاب العصبات ده اللي ربنا حطه وده حد من حدود الله لكن تألف تضيف تعديت على القرآن وتعديت على حد من حدود الله وما انتاش أعدل من ربنا فيما وضعه وفيما أمر به انت ملتزم به طيب معانا الأستاذ وليد من القهيرة فضل زواليد السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت حضرتك دلوقتي أنا كنت ماضي وصل أمانة من حوالي 15 سنة أيوة طيب وفجأة الموضوع انت وأنا معرفش الراجل اللي أنا كنت ماضي له الوصل ده راح فين فجأة بس في كانت أنا فاكر أنا كنت ماضيه بتاريخ على الوصل تمام تمام واخبار حضرتك فجأة أنا كنت ماشي بالعربية يعني استوقفني كمين في الشارع خد بطاعتك يكشف على البطاقة لقل علي وصل أمانة حكم واخبار حضرتك حكم يعني حكم بمبلغ وحكم غيابي أعمل إيه؟ الحكم غيابي طيب أجاوبك يا سيد وليت ماشي فالي أحقق تحت أمرك بفكركم يا أخوانا اتفضل حبيب بفكركم بإيصال الأمانة اللي هي الورقة الموجودة في السوق دي اللي احنا درج عليها استلم فلان من فلان عشان ندي فلان اللي هي ثلاث أطراف ده الدرج في العمل يعني لكن هي خيامة الأمانة لها خمس عقود من ضمنها إيصال الأمانة اللي في السوق ده اللي احنا بنجيبه مش شرط على فكرة يكون ثلاث أفراط ممكن يبقى فرضين بس يعني أحمد أوليد خد من أحمد عشان يودي لفلان موداش يبقى كده بنسميه عقد نقل بنسميه عقد نقل اللي لو منفزوش يدخل في إطار خيامة الأمانة بفكركم إن قلت لك لو أنت بتاخد إيصال أمانة على حد حزاري أن تأخذ هذا الإيصال على بياض يعني الرجل يبقع بس ليه؟ لأنه ممكن أطعن في سورية هذا الإيصال إيه السورية اللي فيه؟ أصل إيصال الأمانة اللي هو الدارج في العمل اللي هو في المكتبات بيقوم على حاجة اسمها التسليم الرجل الأساسي فيه التسليم أسمع لأستاذ أيمن في الاتصال وأرجع أكلم وحضركم وجواب على واتفضل أستاذ أيمن أستاذ أيمن سلام عليكم سلام وauseعatem لله سلام وأفűع سلام عليكم وأستاذ المساشار واط 경찰 واط تلفزيون يا أيمن عليكم السلام واط تلفزيون واط تلفزيون متعلم من سياديك كده متعلم من سياديك حضرتك لو أستاذ أحمد يا كابي يسأل سياديك يعني أتب لحضرتك الي كتاب بمص بيت的話 كان يجب كان يجب كان الوالد رحمة الله عليه وكان يجب يكتبه في شكل عقدي بيع لكن لو تراضيته وكان هو فعلا شوف يا حاجة ايمن احنا نتكلم في شرع ربنا خلاص يجب ما نمسلش هذا الشرع انا معاك اه انا بستغذل سيادتك بستغذل سيادتك اللي سيد احمد يرجع على عاملته ويسالها يعني هذا السؤال في التوقيت بعد وفاة الرجل وانه كتب وصية لو كنا نطبق الشرع للقانون هنقول له وصية لفتولة التارك لكن لو العامة فعلا قاعدة رضا وقاعدة تصافي وقاعدة رحمة لعدم التربة زي ما بيقوله وانتبق مبدأ الاخوات ده احنا اخوات دم واحد وتجمعنا اصول واحدة وكلنا هنسأل امام الله عما نفعل لا تعال يا سيد ده كان الرجل يقصد كذا 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 يبقى احنا كاخوات اه لان مثلا نفترض مثلا ايه الاب كان عنده تلات عيال ربنا جزيك عانا خير دكتور الله خلق ازئان شكرا نرجع اخواتنا لقصة اصال الامانة قلت لك ما تاخدش اصال الامانة على بيض لان الاصال الامانة بيبنى على حاجة اسمها ركن التسليم ركن التسليم ده ايه لو انا حطيت زهر فارق زمني ما بين التوقيع وصلب الاصال يعني طلع ان التوقيع قبل الصلب وانت بقى فكر نفسك ناصح وعيني الاصال هتجد تشتكيه تملى الاصال لو ظهر هذا الفارق الزمني بيقى فيه حاجة اسمها صورية ركن التسليم لان يفسرد في الاصال الامانة اللي هو في السوق ان انا اديتك في مجلس العقد على الترابيزة خد يا وليد الفلوس دي وصلها لفلان ده مضوع متاه الحاجة التانية اللي وليد بيزلها هيطلع منها بس لو كان فيه حقق يا وليد خلصها برضو يعني انت بتقول مش فاكر يعني بس اقولك على الرأي القانوني وانت وضامرك امام ربنا ان برضو انت بتقول الاصال الامانة حزارة تكتب عليه تاريخ ما تكتبش عليه تاريخ ابدا ليه لان الوقع نفسها لو ما بلغتش خلال ثلاث سنوات تسقط تسقط تلك الوقع خلاص انت خلال ثلاث سنوات اتعرفش جايبها على ثلاث سنوات تبلغ لا تسقط الوقع هنا وفيه مداخل يا سيد سعيد تفضل والسعيد نعم اتفضل ماشي اروح ايوه سيد سعيد تفضل السلام عليكم السلامة الله اه كنت عايز بس اكلم ساتم استشار كده تفضل تفضل معاك تفضل الدكتور عندي عندي مشكلة انا ليه اخي امين شرطة ومبهددنا احلى بعدها اخوك اخوك يعني اخوك يا سعيد اه اه اظهر مني في خمش عار سنة وشغل امين شرطة ومبهددنا احلى بعدها وضاربه كل يوم والتاني فينا وحاول اكتريني اكثر من سبعة ثاني مرات وضارب اخواتي طب وسعدتوا بيعمل الكلام ده ليه اه هو اصلا يعني عايز يصفشنا من البيت اه عايز يصفشنا من البيت طيب وبعدين يعني كل حتى الاشجود اللي بتشخد على الوقت بروح يود يهدد فيهم ويود يزعج معاهم ويتعارك معاهم وما تشهدوش كبيركم مين يا سعيد كبيركم مين الولد موجود لا انا الكبير اه واكبر منه 15 سنة اه طيب اجاوبك يا سعيد حاطر اقولك تعمل ايه طبعا يا اخوانا جهاز شرطتنا من افضل واحسن اجهز شرطة على مساول العالم ان اساء البعض فليس معناه ان احنا مسئين جميعا تعسف البعض زي البيه امين الشرطة دوت لا نقول له خلاص الكلام ده زمن حاتم يا سيدات الامين خلص وما يصحش في امرين اخواتك صلة رحمك حتى انت لو كنت وزير تعمل فهم كده لا معاهم ولا مع الغير لان ده اساءة لسلطتك اساءة لوظيفة ربنا ادهالك قد تكون سبيلك للجنة اه 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 وفي نفس و يعني اه اه وكان يجي بس مع امن الشرطة برد لكن خلاص هافترض في كلام سعيد انه الصحيح وانا افترض بقول الكلام ده كله لان اذا جاءك مفقوعة عينه فلا تقضي له وحتى ترى الاخر يعني جالك وعية عينه مفقوعة ما تحكم لهش وتأخذتك العاطفة حتى ترى الاخر فلا ربما فقعت عيناه يعني قبل ما عينه وفقعت كان فقعا للتاني عينتينه فما تحكمش فلو هذا الكلام على فرضة انه سليم ما يصحش يا استاذنا هذا الاساءة لشغلك اولا الشغلة دي اللي هي شغلة تكون سبيل لك للجنة عيناني لا تمسوم النار عينهم بكت من قشة الله وعينهم باتت تحرس في سبيل الله شفت بقى اه شغلك له اثر شرعي في الدين لكن لو هو بهذا الافتراء يا سعيد في حاجة محترمة جدا في جهاز الشرطة اسمها الشؤون القانونية حضرك توجه بشكوى الى الشؤون القانونية بالمضمون ده وتكون ثابت الواقع ما يكونش فيها افتراء الراجل برضو تكون ثابتها عشان ما تدخلش في اطار البلاغ الكاذب وناس بتعرف تجيب الحقوق نرجع الستاذ وليد بطمنك يا استاذ وليد انت حطيت تاريخ على اصال الامانة ومن 15 سنة لا ده الاصال سقط وسقط وانتهى امره لان ال 15 سنة دي بتبقى يعني ده اسمه تقدم طويل يكسب الملكية يعني لو نحط ايده على ارض 15 سنة حيازة هادئة مستقرة اكسب الارض دي واكتسب ملكية عليها بالتقدم الطويل يبقى لا تاخد اصالة على بياض ولا تخط تاريخ في الاصالة ده حفظ للحقوق نرجع يا اخواننا للموضوع حلقتنا ان احنا في فترة لابد لنا جميعا ان نتكاتف وراء قيادتنا السياسية وراء جيشنا لان ما فيش حرب اقضر من تلك الحرب هتتم على البلد ما هيش كورة ولا ماتش كورة هنفتي فيها ويبقى كل واحد بيفتي بمزاجه وعمل نفسه علم بمواطن الامور وهو معرفش حاجة ولا يفهم شيء يا اخي دع الامور لأهلها خلي الناس تشتغل لان الامور مش بالبساطة اللي حذك بمتخيلها لكن الامر بيعالج في اطار قانوني بيعالج في اطار علاقات دول تلك العلاقات يحكمها القانون الدولي اللي اتكلمنا فيه اللي له ظل في الشريعة الاسلامية خلقناكم من زكرا وانسا واجعلناكم شعوبا وقال ليه تعارفهم هذا التعارف ينظم هذا الامر لجأنا الى كل السبل تركنا كل الابواب عشان لو مصر دمرت هذا السد عفوا تبقى بالدماره بحق وبالدماره تحت غطاء دولي وما تنتقش من احد عشان تظل تلك البلاد بعزتها وشمخها التدعع عليها الناس ملاحش لازمة معنا استواز رمضان اتفضل اه باش اتفضل يا حبيبي اه انا دولة سوا التوك توك توك طيب ماشي اتراكي التوك توك طمام المم الراجل صاحب التوك توك توك دي دي عابل مركب التوك توك قال لي هيا عشان ليه عشان انا معرفاكش انت لازم تديني هيا اسأل امانة عشان اضمن انت هترجع لي هيا التوك توك تمام ماشي اه عم ناشي امين حوالك سابعا كده انا افنيت ان انا راجل شغال اي وقت ارجع لي توك 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 الراجل دي دي نوصل اه صح بالنوع لما انا سلمت التوك توك وكده على اساس ان هو التوك توك مفيش حاجة وكده وخلاص روحت البلد وسبت الرجل ومشيت اه ايوه رمضان معاك الو طب بعد الهوه رمضان نكلمنا على الاركار معشان نسيت اقول له حضراتكم اخوانا ان احنا ما زلنا على عهدنا السابق ان حضراتك اتصل بيا على ارقامنا الموجودة اي استشارة اي امر لوجه الله سبحانه وتعالى بنتلقى هذا الامر بنخدم بالقدر المستطاع على قدم ما بنقدر البعض اللو ما نفذنوش امر مش معنى ذلك اني ما عملتلكش عشان اهملناك لا ساعنا بس موفقناش فاي استشارة اي امر مستعدنا تلقاء كل يوم بس بعد صلاة العشاء تكلمني على الارقام الموجودة باذن لا اجاوبك وحليك مشكلة ويا رب اكون يعني اساعدك لوجه الله في اي امر تحتاجه رمضان واضح من كلام انه خلاص نفس الكلام هو تراجل خد عليه ايصال امانة يبقى فيه سورية في الاصاب لان لا 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 لدى الرمضان فلوس او رمضان داله فلوس عشان يوصلها الحد او كان كله يبقى فيه سورية في التسليم لو ثبتت هذا الامر يا رمضان يبقى الاصاب ده بيبقى اصال سوري ممكن تاخد فيه براء بس قاتل ان تثبت تلك السورية زي ما قلتلك ان انا مخدتش منه مبلغ او الاسماء اللي حاطتها تكون اسماء غريبة ولو كان على بياض زي ما قلتلك ووضحت لك شوف الفارق التاريخي محميك يطعن على الاصال بالتزوير وشوف الفارق ما بين التوقيع ومعانا حجام محمد تفضلي ايوة ايوة حجام محمد فيه في موضوع مرص ان كان حماتي لها جزء في البيت وبعدين هي تنزلت عنه وبذات اتوقف بس كان وولادها شاكينة ايه الحكم فيها يعني تنزلت تنزلت من يوم محمد مش تنزلت يا هي كانت هي تنزلت يعني هي كانت بنا بيع وشيرة فيه بكل اتح قبل وفاة باعت لمين بعد وفاة بورج بعد وفاة بورج باعت لكو يعني اه بعد وفاة والوراس عايزين ايه بقى هنا اه كان وولادها يعني شاكينة بس هي جبت تتوفت يعني ايه ما حطرش اي يعني طاقة طاقة من قضي اه جاوبك يا محمد اتفضلي ايو ام احمد شكرا يا محمد اجاوبك انا قلتوك يا اخواننا خلاص وباكد على هذا الكلام ان المال مال المورس قبل وفاته ما قدرش اطلق عليه ورسة حمد ام احمد تصرفت بالبيع لاحد الورسة او لاي شخص هذا التصرف نافذ الا ما يكن بقى في مرض الموت او كان فيه اقراه او كان فيه غفلة او كان كله ده بتثبت لكن لو كان تصرف صحيح في حياة عنا وباعت لاحد الورسة او اي شخص خلاص هذا التصرف نافذ لان هنا افترض ان المورس عشان اكد لك صحة عقد البيع من المورس لمورسه او للورس انه باع للغريب باع لحد غريب هتجد تقول لا ده ما باعش هو نفس الحكم فلو ان يتصرف كيفه ما شاء بس لو تصرف وظلم الاخرين هو اللي بيشيل مغبة ظلمه والتصرف بيكون قانوني وهو اللي مع ربنا سبحانه وتعالى طيب اذا يا اخواننا قانوننا المصري قانون عظيم مشتق من شريعتنا الاسلامية الا فيما يخص الحدود وفي حلقة ان شاء الله قادمة اوضح لك قصة الحدود امتى تطبق وامتى ما تطبقش قانوننا الدولي خلاص برضو مشتق من الشريعة وطمئنك على سد النهضة من الناحية القانونية من الناحية الدولية ان قيادتنا السياسية الحكيمة بتتعامل مع هذا الامر بالشوكة والسكينة بتتعامل وفق الواقع بتتعامل بعقلانية مش على اهواء البعض وعلى ناس جاهلة او مأجور زي بتاع اسيوبيا الكلام ده عندنا جيش نبتخر به جيش نوى التاسع او العاشر من اقوى الجيوش في العالم ما بنفتراش بالقوة دي تستخدم في الحق تستخدم في العدل تستخدم من اجل السلام كما فعلها الراحل العظيم انور السادات ونفس الامر الرئيس السيسلي موجود فيه يتعامل بهذا الامر ومعانا اخر اتصال مستاذ السيف تفضل هلأس المحمود تفضل السيف الحمد لله دايما دايما الحمد من فضلك انا شاكيت واحد ده جريبت هي بنت عمي ايه ايه شاكيت مين يا سيف جريب شاكيت بنت عمي اه اه شاكيت بنت عمك طيب اه ان هي واخدة مني مئة الف وبالسأل هي واخدة مني مئة الف اه وبعدين يا سيف المشكلة ان انا مش واخد ولا اقصال ولا اي حاجة عليها ولا اي ورقة ولا عقد ولا الكلام ده كله اه بس فيه شهود يعني اعمامها شهود عليها ان هي واخدة مئة الف ساعة طيب يا سيف اجاوبك حاضر بص يا سيف هو للأسف في اطار خراب الزمم اه وهي لو ما رعدش ربنا في المئة الف اللي خدتها لان زي ما قلتلك اذا دادان دمداني الاجل مسمن فاكتبوه ربنا طلب الكتابة لكن ربنا طلب العباد فاذا امن بعضكم بعضا فليؤدي للذي يؤتون من امانته واللي يتقل لربه فهي الاخت من تعمك دي هتأسم امام الله وكالة مال ليس لها حق فيه تحت اي زرف من الظروف لكن للأسف مش هتقدر تثبت المئة الف بشهدت الشهود لان مقدار الاسبات بالكتابة يعني كانت تقريبا عشر جنيه او مجنيه لابد ان تكون مكتوبة الوقت يا اخواننا جيرا بسرعة اؤكد لحضراتكم ان احنا في مرحلة خطيرة ندعو الله جميعا فيها بالتضامن مع قيادتنا السياسية الحكيمة في قانونية ما تفعله لانها تعلم ما تفعل ولن تكون يا مغرض اكثر وطنية من قيادتنا ولا اكثر وطنية من جيشنا الا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحمي بلادنا اللهم احمي مصر واهلها من كل مكروه وسوء من اردها يا رب بخير فوفقه ومن اردها بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اطمئنكم على موضوع سد النهطة ما تفتحوش المجال او اذنكم لأي مغرض يتكلم فيه الامور بيحكمها جيش عظيم تحت قيادة سياسية عظيمة بإذن الله تصل للصالح وبإذن الله لن يمس تلك البلاد اي مس لانها محفوظة بامر الله سبحانه وتعالى وفيها خير اجناد الارض غصب عن عنين كل مغرض هي البلد التي صدرت علم الاسلام حتى البلد الذي صدر منه لقرج منه الاسلام علمت الدنيا كلها هي تلك البلاد فبإذن الله على موعد نكمل هذا الامر التلفونات موجودة كلموني بعد الهوى منتظركم لأي امر قانوني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم وأن لا يجعلنا رب من هؤلاء الذين ضل سعيون في الحياة الدنيا اللي هم الأخسرين أعماله أشكركم أعزائي المشاهدين وألتقي بكم في حلقة القادمة وشكرا للحسن سمعيكم ومشاهدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة